اشتركوا في القناة 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 انه هذا الابجكت هو انتجار فانظر كيف حصلنا على الـ ID حصلنا على الـ Type الـ Data انت تراها موجودة 70 وعنده اسم اذا كل اوبجكت عنده 4 صفات الاولى اسمه X الثاني الفاري الخاصة بـ 70 الثالثة الـ Data او الـ Type اللي كما وضحناها انتجار والرابع على الـ ID لو اوضح لك امثلة اخرى لو جد قتلة على سبيل المثال Y يساوينا 3.5 يعني Y هو float لو جد قتلة ما هو الـ Type الخاص بالـ Y انظر عرفها تلقايا قالك النوع الخاص بـ float رغم انه انا ما عرفت الـ Type الخاص بالـ Y هو تلقايا عرفها انه هو float لو جد قتلة الـ ID ما هو الـ ID الخاص بالـ Y تلقايا عرفها الـ ID الخاص انظر هذا ID يختلف عن هذا الـ ID اذا اللي يجب فقط نفهمه بهذا الدرس انه الـ Python يستخدم مفهوم الـ Object وكل الـ Object عنده هذه الصفات الأربعة هذا الـ Object ما حاجة انه نعرف له الـ Data Type مباشرة نعطي قيمة يعني لو جدت انا في المثال هنا وجد قتلة New File واسميه Python واسميه Objects واسميه هذر الـ Objects لو جد قتلة عسين مثال X أو Name يساوينه حسين أوكي نزر السطر لو جد قتلة Print المن للـ Name هكذا راح يطبع علي حسين لو جد قتلة ايضا اطبع علي الـ Type الحسين منه وشون نوع الغبيانات الموجودة فيه فاكتب Type المن للـ Name إذن سوف يطبع علي حسين والنوع الخاص بإيش هو String انظر حسين الـ Class الخاص بـ String لو جد عرفت مرة أخرى أقول لـ Age يساوي الـ 22 أوكي نجد قتلة Print اطبع علي الـ Age وطبع علي الـ Type الخاص الخاص بالـ Age الآن إيش راح يطبع علي راح يطبع علي أول شيء Name حسين نوع String الـ 22 نوع انتجار شي جميل جد جرب Float نخلي نقول salary ثلان whatever بهذا الشكل يعني فقط نكتب اسم المتغير نقطتين نعطيه value جد طبعته print فجد قتلة salary ثم عطيته إيش type النوع للـ salary فلما جيت عملت لاران نظر بكل بساطة فهمه النظر لما كتبت حسين عرفه أنه هو String ولما أعطيت 22 عرفه أنه هو أنتجار لما أعطيته float عرفه أنه float إذن هذه بكل بساطة نظر كيف يفهمها ما حاجة لعرف اسم المتغير أو نوع العفو مجرد تكتب اسم المتغير يساوي أنه value وهو تلقائيا يعرف أنت إيش تقصد ألتغي في درس القادم ولا فهم مزيد وفي نهاية هذا الفيديو نود أن نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة ولا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل ثلاث أمور الأول أن تقوم بعمل subscribe لهذه الشانل والثاني أن تقوم بعمل share لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في أسفل هذا الفيديو مع أصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والأمر الثالث أن تعمل لايك نعم اعمل هذه الأمر الثلاثة قبل أن تذهب وأهلا بك